السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه النهاردة هنعمل المندي ايوه المندي بالطريقة الاصلية هتكلي مندي احلى من بتكليف المطاعم دي اكلة كلنا بندور عليها في المطاعم وناكلها لأ هتعمليها لحمة دايبة جدا جدا زي ما انت شايفة كده كمان رز مفلفل وخطير شايفين ولا شايت ولا لازق ولا اي حاجة طحفة مستوي مش معجن فعلا طريقة اصلية طريقة وهمية ودي برضو من سلسلة المبتدئين علشان تعرفي كل حاجة من الالف للياء بكل تفاصيلها واسرارها يلا ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب ونبدأ الفيديو بسم الله هاتي بقى لحمة اللي انت عايزها لما استخدمها النهاردة ضل عضاني هحتاج معلقتين كبار بهرات مندي عندنا كمان بهرات حصة ارمفل وقرفة ورق لورة لومي حبهان وكمان فلفل اسود حصة هحتاج ملح هبتدي احط ملح كده على بهرات المندي والبهرات المندي دي بتجيبها من عند العطار او اي سوبر ماركت متوفرة هحط عليها الملح كمية الملح طبعا على قد قطعة اللحم اللي انا مستخدمها تقدر تكون مقطعة اللحمة او تسيبها سليمة زي انا عاملة النهاردة هبتدي احط البهرات بقى ودعك قطعة اللحمة كويس قوي علشان نخلي الانسجة تتشرب من الملح والبهرات بتاعة المندي بالشكل ده هندعكها كويس نعمل لها مساج كده علشان تتشرب كل الملح هايل اركني بقى حتة اللحمة بعد ما تتبلت على جنب وتعالي نشوف هنعمل ايه تاني هجيب بوك على النار او حلة هحط فيها شوية زيت ومعلاقة زبدة كاني بعمل رزة عادي جدا يبقى مزيج من الزبدة والزيت او السمنة والزيت هنحط البصل عندي كده بصلتين كبار فرماهم واحط كل البهرات الحصة يبقى احنا حطينا البهرات البودر لللحمة والحصة للرز وهبتدي اشوح البهرات مع البصل لغاية ما يتبل بعد كده هحط جزرتين مبشورين وكمل تشويح هيل محضرة كمان زبيب هحطه وكمل تشويح وتقليف الحاجة دي على النار الريحة طلعة هيلة جدا جدا البهرات الحصم الدية ريحة فضيعة تعالي بينا بقى نحط المياه المغلية وتقدر يتحطي مكعبين مرأة تقدر يتحطي شربة لو عندك شربة انا حطيت مياه وحطيت مكعبين مرأة وادي الملح تمام وبكده تكون جهزة معايا الشربة بتاعت الرز طيب مقدرها قد ايه كل كباية رز هتعمليها حطي قصادها كبايتين كبار من المياه تمام يبقى كل كباية رز قصادها كبايتين من المياه انا غسلت الرز الكمية اللي انا عايزاها وحطتها في صانية تخش الفرن وسويتها بالشكل ده الرز ما تنقعش ما تنقعش الرز احنا عايزينه ياخد راحته في التسوية مش عايزينه يستيوه مننا بسرعة لازم يكون كمان في مساحة في الصانية عشان الرز هيزيد ويعلى دي شبكة بتاعتي بحطها على الصانية طيب لو مش عندك الشبكة دي نعمل ايه ورقتين فويل سوري وهفردهم فوق الصانية كويس جدا جدا واعمل فيهم خرام علشان ااخد نفس النتيجة بس تعالي قبل ما نحط بقى الكلام ده كله ننزل المية اللي احنا غلناها بالبصل والبهارات والجزر على الرز ويكون الكمية بتاعتها مغطية الرز باتنين صانتي ده ضروري جدا بعد كده يتحطي الشبكة يتحطي ورق الالومانيوم وتعملي فيه خرام وتبتدي تحطي اللحمة بتاعتك وتغطيها الاول بورق زبدة وبعدين نغطي بالفويل تمام غطي كويس قوي حكومي الغطة بتاعها كويس قوي كل ما حكمتيه اكتر كل ما هتاخدي نتيجة وهمية تمام فرننا شغال على اعلى درجة حرارة ومسخنينه قبلها بنص ساعة دخلناها على الارضية ربع ساعة بس وبعدين رفعت الصينية على الرف ووطيت على مية وستين وسبتها في الفرن تلات ساعات الا ربع ممكن نزيده شوية على حسب بقى ايه اللحمة نفسها عجوزة ولا صغيرة في السن هي تلات ساعات الا ربع تطلع معاكي دايبة جدا جدا الله طب الرز هيقعد كل ده في الفرن ما تقلقيش عليه هيبقى اكتر من روعة فتحنا اللحمة استاوت والدنيا ما شاء الله اللهم بارك جميلة زمان شايفين كده بينا بقى نشوف مع بعض بصي اللحمة وجمالها ولونها الله اكبر شايفين الريش بدأت تخرج منها ازاي وبصي لما هاجيها شدها بتخلع على طول من غير حاجة بكل سهولة ده دليل طبعا على ان اللحمة بقى ادايبة يا جماعة وخلاص العظم بيتخلع منها بسهولة انا هقطع بقى احنا كنا عملينها على بعضها شايفين الجمال يا خبرة بيض الريحة والطعم ايه الجمال ده فعلا وهمي زي اللي بنكله في المطاعم بالزبط تقدري كمان تعملي في حماية علشان تديها طعم الشاوي بصوا الجمال بصوا 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 شايفين العظم خلع كله ازاي ما شاء الله رهيب الفيديو ده يا جماعة فعلا فعلا رهيب طعم الرز طالع حكاية طبعا اتشرب من اللحمة والسويل اللي بتنزل بقى من اللحمة في وقت التسوية ده كله فنخلي الرز كمان طحفة عايزة وريك الرز وجماله شايفين بصوا مفلفل خالص لا لازق ولا محروق ولا شايت ولا الكلام ده كله عشرة على عشرة ولا معجن فعلا زي ما قال الكتاب بالزبط عملنا احلى مندي بكل سهولة وكل بساطة صدقيني مش هيغلبك عشر دقيقة تكوني نجهزة الوصفة اه هتاخد وقت في الفرن بس انتي مش تعملي حاجة تاني بجد طحفة جدا اتمنى يكون الفيديو عجبكو قدمي بقى المندي وحطي اللحمة على الوش مع المكسرات والكسبرة الخضرة وقدمي بألفة هانة وشافة بجد الوصفة طحفة اتمنى تكون عجبتكم وعجبتكم سلسلة المبتدئين اكتبولي رأيكو ايه ويلا بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تشوفوا كل الفيديوهات بكل سهولة اشوفكم على خير ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا